أنهى رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح مهام اللواء شريف زراد بصفته رئيساً لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الشعبي الوطني أقول وحسب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه تم إنهاء مهام اللواء شريف زراد ابتداء من الثاني عشر من شهر أكتوبر الفارد وتم تعيين بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في الثالث عشر من أكتوبر اللواء محمد بشار رئيساً لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي